وأمنا الكبرى هذا الوطن العظيم مصر لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بشعبها يعني في صيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح لكم مصر من بعد فاستوصوا بأهلها خيرا وفي رواية بأقباطها خير وأنا قلت لحضرتك ومشاهدين شيء غريب أن البلد لي مصر يبقى فيها هاجر أمه إسماعيد وبعدين اليد زوجة سنة أبريم الخليل وبعدين يبقى فيها أم المسيح في الزيارة وبعدين منها مارية القبطية زوجة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ده مش صدفة ده ترتيب إلهي ربه طبعا فمن هنا احنا نقول يوم تكريم المرأة هو تكريم للرجل صدقني مع المرأة لأن المرأة صانعت للرجال دي حقيقة صانعت الرجال وما كذب من قال وراء كل عظيم امرأة دي حقيقة يعني حضرتك احنا مثلاً في العصر الحديثي اللي هو كان القرن الماضي هو احنا نسيين أم المصريين صفية طبعاً زوجة البطل المصري الفلاحي الأصيلي الأزهري على فكرة سعد باشا زغلوك طبعاً طيب سعد باشا زغلوك فبرضو ما تيجي النهاردة لمش من جامل أو ننافق رؤساء مصر هتأجد أن أمهاتهم كانت لهن دوراً عظيماً في تربية الشخصية أكيد كلهم أكيد يعني دعك من الأطر السياسية فنحن اليوم لما جاء سيد الرئيس عفتاح السياسي حفظه الله وكرم المرأة وأعطى قرارات طبعاً أنت فيك البركة كلمت عنها أنا أسمى أحسن قرار أدخل البهجة على الناس قبل رمضان اللي هو الإفراج عن الغارمين والغاربات والله دي مكرمة أنا مش أسأل يعني هو الناس يقول عليها قرار أنا أقول مكرمة من السيد الرئيس عفتاح السياسي أنه هو جبر خاطر هؤلاء الغارمين من الرجال والغارمات من النساء وأيضاً كتلامسة طيب نزارتي الداخلية أنها يتفرج عنهم اليوم حتى يلتم شمل الأسرة على الطبلية والصينية والصفرة من في أول يوم رمضان تمام هي دي مصر الحمد لله رب العالمين